مساء الفل على احلى جمهور في الدنيا النهاردة طبعا كان فيه مطشين مطش الزمالك والاسماعيلي وكان فيه مطش الاهلي وانبي وهسجل بس ملحوظة بسيطة في مطش الزمالك والاسماعيلي ولانها مطش من اكزر المطشة في تاريخ الكرة المصرية في التفويت مطش انا مش هتكلم فيها في مروان صحراوي او الطريق اللي لعي بيها بجلال الدفاع وانها هسيب الملعب وان بعد ما يخش فيها جنين هغير اربع لعيبة وابقى انا بهجم وبضيع فرص والجن يبقى فاضي وشيلونج ويودي الكرة بعيد وحدس ولا حرج وهبني من تحت واغلب بدا للمرة تلاتة ولعب الكرة لزمالك وعيد تاني بعيدا عن كل التفاصيل دي تشجيع جمهور الاسماعيلي النهاردة لزمالك لإثبات التفويت العلني العلني في المصرحية هزلية وفضيحة بمعنى الكلمة في الكرة المصرية ولكن بس انا بسجل ده كفضيحة تاريخية في تاريخ الناديين الرئي الذي ان اللي كان الكلام ده حصل في ألفين وتسعة لما الزمالك فوت مطش التلاتة للإسماعيل عشان يلعب قصة مع الأهلي حصل في وربعة عشر لما الزمالك هو اللي كسب تلاتة عشان برضو تفويت كان طاري إياحية اللي بيدرب لإسماعيلي ولكن النهاردة كانت المهزلة تاريخية ولكن هرجع واقول عشان انا مابقولش ان ده اللي انا ببني عليه ضيع النقطتين من الاهلي اللي ضيع النقاطين فمطش الاهلي لا يلام عليهم غر لعبت الاهلي وما بلومش عليهم غر لعبت الاهلي ما بحملش مسؤولتهم غر لعبت الاهلي والنادي الاهلي وجهاز الفني ولا قدر الله لو حصل اي امر في الدوري فانا بحمله للعيبة وللجهاز مش للتفويت ولكن التفويت هي حالة رياضية قزرة بنسبتها بس ان هي حصلت في الملاعب المصرية ما بين فرقتين ان شاء الله بازن الله واحدة فيهم بازن الله هيكون حالفها الحظ في يوم من الايام انها هتهبط لدرجة درجة تانية والفرقة التانية ان شاء الله هتفضل فرقة دايما كده يا مركز تاني يا حصلت مجموعة نرجع بقى المطش الاهلي النهاردة كعم موسماني انت ما عملتش غير اللي احنا قلنا عليه اول اللي قالوا عليه كل الخبراء اللي اكبر مني واحنا افضل مني واحنا قلناه وكل الناس قالته وكان ملاحظ جدا واني ان الاهلي لما بيجيب جون بيلعب عشان يجيب التاني ولما بيجيب التالي بيعايز يجيب التالت والرابع والخامس الاهلي في الدور المصري او في الفرقة المحلية ما ينفعش انه يجيب جون ويرجع يحافظ عليه وده اللي حصل النهاردة وشوفنا الفريق حرفيا كان كتلة واحدة الفريق بيضغط كله والفريق بيرجع كله حتى كواليا كان بيرجع آآ يدافع آآ كهرابا كان بيدافع الفريق كله كان بيرجع لنص الملعب والفريق كله فعلا كان بيتحرك كتلة واحدة في كل حتة في الملعب وشوفنا ده في جون الاول والتاني والفرص اللي ضوعت في الشوت الاول والشوت التاني. شفنا النهاردة الجون العالمي وجمل متفق عليها كتير جدا كان بتحصل كتير جدا وكان فيه جمل واضحة وصريحة. واللعب في ظهر المدافعين كان بالمقاس. علي معلول النهاردة عمل كرة للأفشة اللي لعيبها لبوليا وضيحها. آآ شفنا الجون التاني اللي بالنسبة لي جون جميل جدا جون فعلا مزيكا. الكرة اللي كانت من السلية لبوليا لأفشة لقهربا. وترئيس اللعب القفشة والجون الجميل والفينش الاحلى لأفشة. ولكن عندي آآ مشكلة في الفريق النهاردة عندنا مشكلتين مهمين جدا لازم الموسمان ياخد بالو منهم زي ما قلنا احنا بعان الفريق لاخر الموسم وبعين هنتحسب كلنا. ولكن في حاجتين لازم ناخد بالنا منهم زي ما خدنا بالنا من حيطة ان الاهلي لازم يهاجم لاخر دقيقة. عندنا مشكلتين مهمين جدا. اول مشكلة هي تضيع الفرص الكتير. النهاردة الاهلي بيضيع بواليا الواحده مضيع التلق قور. كورة في الشوط الاول وقورتهم في الشوط التاني وهو جوا سيكس ياردة. معرفش ضيعهم ازاي. كهربا مضيع. صلاح مضيع. اعتقد ان احنا النهاردة كان عندنا مشكلة في تضيع الفرص كبيرة جدا. والموضوشة اللي جاية مش مستحملة انك تضيع فرص. الموضوشة اللي جاية ممكن تكون مطش الواحد صفر. فالفرص الكتير ما ينفعش تضيع بالشكل ده. اما المشكلة التانية اللي انا شايفها وهي مشكلة خط الدفاع وقلبين الدفاع والشيناوي بقى بيحصل اخطاء جريبة جدا بشكل غير مبرر وغير مخفوم وارتباك كده بيحصل في قلب الدفاع انا ببقى مش فاهم ليه. لالكور اللي بيحصل عليها ارتباك دي كورة مستهلة ولا كورة بتبقى بسيطة جدا والكور سهلة جدا وفجأة بتلاقي ارتباك وبتلاقي كورة ملهاش اي معنى بقت هاكمة خطرة عليك وجنب يضيع وبقى في تصدي بطولي او في دفاع بطولي لكورة اساسا ميتة. فاعتقد ان المسيماني محتاج يراجع نفسه تاني ويراجع البين الدفاع. كان ياسر ان كان ايمن كان الشناوي الناس دي محتاج يحصل معهم قاعدة ويحصل معهم كلام. حركة الارتباك اللي بتحصل دي مريبة جدا وزي ما قلت ان الدوري المطوشة اللي جاية ممكن تكون مطش الواحد صفر. ممكن تكون الكورة اللي خش فيك الفريق التاني يعمل بقى يوقف الاوتوبيس جوا التمنتاشر زي ما احنا عارفين ويبقى الموضوع يتصعب عليك. من جون دخل فيك ملوش اي ستين لازمة. فلازم ناخد بالنا في اللي جاي. ده بالنسبة لوجهة نظري في المطش النهاردة او في المطشين اللي حصلوا النهاردة. اه الدوري لسه في الجزيرة ان شاء الله وفي الملعب وموجود. وفي اربع مطشرة وبعد اللي اربع مطشرة هنتكلم ونشوف ايه اللي هيحصل. اه بس عندي رجاء بسيط جدا. آآ لفي ناس اهلاوية كتير طبعا انا زي ما قلت قبل كده انا ما بزيتش على حب اي حد اهلاوي للنادي الاهلي. كل واحد بيحب النادي الاهلي بطريطة وانا بحب بطريطة وانا بتحب بطريطة فانا ما بزيتش ان انت بيحبه اكتر او انا بحبه اكتر. ولكن ارجوك عزيز الاهلاوي المتشائم. بعد اذنك ابعد تشائمك عني. انا راجل المتفائل. انا راجل اهلاوي. طول عمري بلعب على الديئة تسعين. وعارف يعني ايه الاهلي بلاس تسعين. عارف ان الاهلي بلعب لاخر نفس. انا الفريق ده هو اللي خسر خمسة صفر من وهو اللي رجع جاب لي افروك وراتين وراء بعض منهم من الزمالك. الفريق ده نايمان في ظهره. الفريق ده يا ما فرحني في ديئة تسعين والسنة دي مفرحني كتير جدا انا معاه للنفس الاخير. وبعدين احزبه واشوف الاخطاء كتفين. اما لو انت متشائم وشايف ان ملهاش لازم المكسب النهاردة وان احنا عملنا في نفسنا كده وان احنا ضيعنا. كل اللي انت بتقوله ده كلام انا متفق معاه. ولكن لو وقته ولا مكانه احنا حاليا دورنا مشجعين. دوري اشجع. انا اسمي مشجع. احنا مشجعين. انا مشجع قروي. انزل وشجع وساند. وفي النهاية نتحاسب كلنا. فارجوك عزيزي الاهلاوي المتشائم. انا ما بقولكش او ما بقللش من اهلاوياتك. ولكن بقولك سبنا احنا المتفقلين اللي عندنا ثقة في ربنا وثقة في اللعيبة. ان ان شاء الله الدوري معانا وانه ربنا هيكرمنا. سبنا للاخر وبعين يا سيدي بقى حسبنا احنا وحاسب الفرقة وحاسب الناس كلها. ولكن سبنا فرحانين باللي احنا بنعمله. وسبنا نشجع اللعيبة وندعمهم عشان بازن الله ينصفونا في اللي جاي. شكرا وانشاء الله شوفك فيديو جديد.